قرار مفاجئ من محافظ القاهرة بشأن تسعيرة انتظار السيارات أمام المنازل معاكم رائد حاكم أهلا بكم الجدل حوالين قانون السايس رجع مرة تانية اليومين اللي فاتوا مع بدء تطبيق القانون بشكل تجريبي في بعض مناطق القاهرة والجيزة وده بعد طرح بعض الشوارع في مزايدة علنية للشركات وخرج مجلس النواب بقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا بقانون السايس واللي يقدر من خلاله يسيطر على مشكلة السايس ويقنن وضعه وبالفعل اليومين اللي فاتوا بدأت بعض الأحياء بالجيزة في تفعيل القانون في الدقي والعجوزة وده بعد طرح بعض الشوارع في مزايدة علنية فازت بيها الشركة الوطنية أما بالنسبة لمحافظة القاهرة فطلع مصدر في تصريحات صحفية وقال إنه ما فيش أي رسوم على أي حد عايز يركن تحت بيته لكن في بالفعل ساحات انتظار هي اللي بيتطبق عليها قانون السايس ولفت المصدر في تصريحات صحفية إلى إن الشوارع التجارية وأمام المولات هتكون أماكن انتظار برسوم كمان في 38 ساحة انتظار موجودة بالفعل وشغالة في بعض أحياء القاهرة ودي موجودة بالتحديد في مناطق زي الفلكي وعبد المنعم رياض وبتشتغل حسب ضوابط قانون السايس كمان المفروض هتتفرض عقوبات راضعة على أي حد هيشتغل في مهنة السايس بدون ترخيص وده بعد الانتهاء من كل إجراءات قانون السايس كمان ممنوع على الشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائد المركبات بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختص القانون الجديد كمان بيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث شهور وغرامة متقلش عن ألف جنيه ومتزدش عن خمس تلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين لأي حد بيمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخضيع لأحكام القانون بدون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة للركن أو حصل مثلا مبالغ مالية من قائدي المركبات بتزيد عن القيمة اللي هتحددها لوائح القانون وبيتم مضعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة آخر كلام طلع بخصوص رسوم الركن تحت البيت هو اللي قاله الدكتور خالد آسم مساعد وزير التنمية المحلية وإنه مش هيتم تحصيل أي رسوم على السيارات اللي بيمتلكها السكان واللي بتتركن أسفل العقارات والمفروض ان القانون الجديد ده هيحمي الناس من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسيارات في الشارع وده بعد شكاوى كتيرة جدا رصدتها الوزارة والمحافظات لكن تعالوا كده نرجع لقانون السيارات ونشوف ايه هي الشروط اللي المفروض تكون متوفرة في الشخص اللي هتولى تنظيم ركن العربيات أول حاجة ان سنه ما يقلش عن 21 سنة طبيعي تاني حاجة لازم يكون بيعرف يقرأ ويكتب كويس ماشي تالت حاجة لازم يكون أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها رابعا ان الشخص ده لازم يكون حاصل على رخصة قيادة سارية نيجي بقى للشرط الخامس وده أهم شرط وهو انه ما ينفعش يكون اتحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بالنسبة بقى للرسوم فهي كالتالي هتبقى 10 جنيه انتظار مؤقت للسيارة الملاكي 20 جنيه انتظار مؤقت للسيارة النص نقل 30 جنيه للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة كمان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية سبق ووضح ان الوزارة بتعمل تقييم تجارب لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وليحته التنفيذية واللي بدأ تطبيقه بالفعل تجريبيا في بعض مناطق القاهرة والجيزة وبتعمل دراسة لسلبيات التطبيق قال الوزير كمان انهم بينقشوا مدى ملأمته مع الليحة التنفيذية للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل وتصويب اي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون اللواء محمود شعراوي اكد كمان ان القاهرة والجيزة بدأوا في تطبيق تجريبي للقانون بمعنى انه هيتم التطبيق في ستة احياء بالقاهرة هي الويلي وبولاء ابو العلا وعبدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة بالاضافة للسيدة زينب وده باجمالي تمن شوارع وثلاث ساحات وكمان فاربع شوارع في حي الدق بالجيزة وهم مكة والثمار والثورة وسليمان ابوز نشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم انا رائد حاكم في امان الله اشتركوا في القناة